اليوم سوف نشارك معكم كيراتين ملكي إذا لم أجربت كيراتين في حياتك إذا كانت لديك ميتة مهلوكة بسوشوارة بسباغ بمواد الكيموية سوف يرجع لك الحياة للشعر الزغبة تحيى من جديد أول نتيجة لكيراتين لا أصدق النتيجة لأن شعر حرير 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 مسبسب كنت متخيلة أنه سوف يرطبوه ولكن لديت هذه الدرجة حرير حرير مسبسب سوف تقوم بتحديد الكيراتين إذا لم أجربت كيراتين سوف تضيعي نصف حياةك لأنه سوف يجب علي المكونات و أجل المكونات سهلة وبساطة لديك في الدار لا يمكن أن تأخذها من عضل العطار ولكن هذه الدرجة سوف يجب علي الخبار لديه شيء واعره أول شيء سوف نحتاج في هذه الوصفة قبل أن نحتاج إلى الوصفة سوف نقوم بتعليق وتعليق 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 فيما نرى شعر بنتي يعني واكل و أعرف الشامبون وتعليق حرارة الشمس وتعليق هنا هذه الوصفة كنت تقوم بتعليق و أعرف و أعرف هذا الوصفة و أعرف نتيجة جزوينة و أعرف بعد المرات و لا يكون متوفرة و أعرف أول مكونة أساسية هو زيت الكوك و أعرف زبدة الكاكاو إذا كان لديك ممكن تستعملها لديك شخصي لا تستعملها لديك و في هذه الوصفة نستعمل مكونات فقط و إذا كانوا متوفرين لديك هذه المكونات بحال زبدة الكاكاو استعمليها ولكن الأساسي الأساسي هم هذه المكونات اللي سترى معي أول مكونات هو زيت الكوك و ثاني مكونات سترى من بعد الوصفة مهمة هنا هي البنات قدرت كاثرونة فيها الماء و سنضعها فوق البوطاء لديك لديك زيت الكوك و زبدة الكاكاو هل فهمتوا البنات المهمة سنضيفها بحال لك حتى الدوب و هنا البنات إذا كان عندكم زبدة شية إذا كانت عندكم زبدة شية استعملي منها معي المكونات هادو ماشي ضروري يكون عندك زبدة الكاكاو و زبدة شية ماشي ضروري إلا ما كانش عندك ما غادش تستعمليهم باش من صعبوش الأمور حتى إذا كان عدي موجودين كان استعملهم ما عنديش موجودين كان كتافي بالوصفة اللي هما مكونات لأساسيين مهم هنا سنحرك في هذا زبدة شية و زبدة الكاكاو و زيت الكوك سنحرك فيهم حتى يدوبوا مزيان 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 ضروري للناس مع زيت الكوك و سميته في تلاجة عندك تحطهم برد تلاجة سيكونوا دايبين يعني يغيز زيتهم القياس اللي مهم هنا كنت تنصور المكونات المكونات الثاني اللي هو أساسي هي جيل الوافيرا جيل الوافيرا هنا هنا جيل الوافيرا المكونات الثاني المكونات الثاني التي تحطهم المكونات الثاني كما قلت لك كانوا عندك غهة جيل كافية النهار و نتيجة هي زيت الكوك و جيل الوافيرا هذه جيل المكونات الثاني و الثاني الثاني و لا تدري هنا هنا سوف نزيد فيتامين أ عندك أختي و لا تدري الوصفة ستعتمد على زيت الكوك و جيل الوافيرا فقط بعد المرس تكون قادية ناشفة و لا تدري زبدة الكاكا و لا تدري ما الذي نستعمل و حق الله العظيم سوف نعطي ترطيب و تطويل الشعر في المدة و جيزة تطويل الشعر ستعتمد على جلدة الشعر ستشقي بها هذا الوصفة ستعتمد الشعر ستعتمد على أطراف الشعر فهمت أختي ستعتمد جيد 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 حتى يجب كريمة وهذا الوصفة ستعتمد كمية كبيرة كمية كبيرة تعتمد كريمة جيد و تكون كبيرة و تجد و تجد كبيرة سوف نطبقها لكي ترى نتائج ذات الوصفة التي أشاركها من المرات لكي لا يستخدم و تتريب أن كتبت و تقوم التعزي و تضيف طريقة الاستعمال كما تشد اختي الوصفة و تتأخذها و تبقى يتماسي بالضغبة حتى يدخلوا الزويت كاملين جل الوي فيرا و فيتامين و كلهم يدخلوا الزغبة بزيان و كما تلاحظوا تبقى يتماسيهم بزيان 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 و اختي جلد شعر ينتبقى سلويت كامل و لا تبقى حتى يوجد دخل شعر يختلف جلد الشعر اذا كنت تستعمل و تårtكي جلد اطراف الوصفة وتستطيع أن تبقي بها يومين اضمتاً تجد النبيات يجب أن تخدم البلاستيك يجعل شعورك عنه نهار كامل في الليل ستبقي بالبلاستيك غير ممتاز وغير الشعور على شعرك تبقي بشعر حتى الإجتاءة ترطيب خطير ترطيب خيالي ويقسم بالنسبة لكيراتين الكيماوي يدرب 1500 درم يدرب مكونات لهم بسعطين تقريبا 30 درم ستصيب الكيراتين وتخليها كيف في الشعر ومن بعد ستغسل شعرك اهم شيء هي الماسك يبقى مدى طويلة في شعرك اما تباتي به اما تبقى به او يومين انا البنات كما قلت لكم قسمان بلا كنت تبقى به يومين هو في شعره حتى شوه طبيعي مهم وكندلا هاد البوني هادو كتبقى به تبقى به نهار يومين على حسب صافي او كنغسلو لها البنات رافتوا البنات التكلماس كيتغلغل في الضغبة يعني كيتخل في الضغبة وكيرطى في الضغبة هذا هو اللي كينا البنات مسبخلوش الياب للاك ديالكم